بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطف عن الهوى إذ هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى زوم روتي فاستوا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سِدْرَةٍ مُوتَهَا عندها جنة المأوى إذ يغشى السِدْرَةَ ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربي الكبرى أفرأيكم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْسَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزًا إِلْهِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمُ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمُ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمِّ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْزَنَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْزَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُوْثَى وَمَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبَلَغُهُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وهو أعلم بمن اتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يبتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أماتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفاه ألا تزوازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزام الجزاء الأوفى وأن إلى ربك الموتى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقلا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاذا لؤلا وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطرا والمؤتفكة أهوى فغشا ما غشا فبأي آلاء ربك تتمرى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعدمون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر